ترقبوا 22 مارس أنا العالم الهولندي فرانك أعذركم شاهد ترقبوا 22 مارس تغريدة مرعبة للهيئة التابعة للعالم الهولندي قد تتسبب الهندسة الغمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المغبلة ومن المحتمل أن تصل غوتها من 5 إلى 6 درجات خاصة في 22 مارس تغريدة مرعبة نشرتها الهيئة التي يتبعها العالم الهولندي فرانك المثير للجدل اليوم الأثنين فقد نشرت الهيئة المعنية بشؤون هندسة الكواكب تغريدة نبأت فيها ببعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام الغليلة الغادمة وحددتها في حدود 22 مارس مشيرة إلى إمكانية حدوث زلزال في حدود 5 أو 6 درجات على مقياس رختر وقالت الهيئة في التغريدة قد تتسبب الهندسة الغمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المغبلة أما العالم الهولندي الذي أصبح نجما بوسائل التواصل الاجتماعي بسبب تنبؤاتها المشؤومة فقد غرد اليوم بالغول من السهل الغول أن التنبؤ بالزلزال من محادات الكواكب غد تم دحضة لكن العلماء لم يدرسوا العلاقة بين الاستفافات الكوكبية المحددة والزلازل الأكبر وغد أجرت SGEOS هذه الدراسة وطورتها لإثبات هذه العلاقة هذا وما زال هوجر بيتس يتلاقى الانتقادات والاتهامات بإثارة الظعر حول العالم بعد أن حذر مرارا من أنشطة زلزالية مدمرة بناء على حساباتها الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واستفافها وتأثيرها على الأرض إلا أنه يصر على نظرياتها ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة خلال شهر مارس رابطا الأمر باستفاف الكواكب مع الأرض خاصة كوكب الزهرة وإلى هنا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أعجبكم لا تنسوا أن تطعطوا زر اللايك والاشتراك في الغناء وتفعيل زر الإشعارات أو زر الجرس ليصلكم كل جديد